ترجمة نانسي قنقر وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره لجهود الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة في تهيئة الأجواء المثالية للإستبلات والمربين والملاك لتأكيد مكانة رياضة جمال الخيل العربية الأصيلة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولة العيد الوطني لجمال الخيل دائما ما تحكس مكانة هذه الرياضة العريقة وتشهد منافسة قوية في إبراز جماليات وأناقة الجياد ويأتي بفضل جهود الملاك والمربين وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في البطولة وتواصلت الإثارة في اليوم الثاني من المنافسات وسط مشاركة واسعة من الاستبلات والملاك حيث استعرضت الجياد جمالياتها وناقتها في مختلف الفئات هذا وتم التتويج الفائزين في مختلف الفئات بعد ختام كل فعالية بحسب البرنامج المعد من اللجنة المنظمة للبطولة ترجمة نانسي قنقر